اهلا وسهلا فيكن اول شي خلونا نشرف فنجان قهوة وقطع تشكولا دبي صايرة تريند كتير حبيتها ومقرمشي رح اعمل فيديو ان شاء الله وانزله هلا انا رح اعمل وصفة هي محشي كوسب لبن حلبية مشهورين فيه كتير سهل التقديم والطبخ مكوناته بسيطة رز و لحمة و ملح و بهار هلا الكوس هيا حفره كتير سهل وبسيط اول الشي قطعت الراس الكوس هيا ولتيتها ملح بهذا الشكل اللي شايفينه بالفيديو واخدت اللب لأعمله متوامة المتوامة مكوناته بسيطة كتير زيت وبصلي بقلية بحط لها توم و بنشفها تنشيفة كويسة هلا بنرجع الى الكوس هفرتو كلياتو بسماكية واحدة للسيواء ليستو مع بعضهم طبعا هلا سهل تقديم ديت بمساوات الامتوامة طحنت البصلي بالبلندر وقليتها مع الكوسة بالزيت طريقة كتير سهلة جربوها كتير واقتصادية يعني استفدنا من لب الكوسة بتطلع طبق كتير طيب ومفيد وبارد هلا راح احضر حشوة المحشي اللي هي رز ولحمة وملح وبار ان شاء الله شوفوا رجلون المحشي بشهي بعدها لم توقع مع النار تاخد سوي وطبخ كتير بستوي الطبخ وهي ما بتنشف تاخد وقت كتير بس تطلع كتير طيبة هاي حشوة المحشي تبلتها هلا وحشيتهم احطهم اطبخهم فقط بمي وملح راح اقالكم خبرية انو الكوسة بلبن لازم نحشي المحشية نصة شوفوا انتم بيين عليكم ما بصر نحشية مشان ضل محافظة ع حالة ما تتكسر ونصفهم صفة كويسة بالطنجرة ونحط عليهم مي نحط لهم تقلي متل ما لكن شايفين نشول تحتهم على النار وما بياكل وصوة كتير بستوي بسرعة ولسا بعدها لم توقع مع النار عبت ستنشف وهيك صارت طبختنا على النار والف صحة والف هنا ورجعنا نكمل في نجانة القهوة لا تنسوني من الاك باي باي ترجمة نانسي قنقر